كورونا أثبت أنه ديمقراطي وأنه لا يفرق بين ضحاياه تصريح أدل به نائب وزير الصحة الإيراني الذي طاله الفيروس بعد أن ظهر في مؤتمر صحفي إلى جانب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي وهو يتعرق نتيجة ارتفاع درجة حرارته العدوى طالت أيضاً النائب البرلماني محمود صادقي ورئيس مجلس إحدى محافظات طهران إضافة إلى نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة معصومة ابتكار وأعلن في وقت سابق عن إصابة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مشتبذ النور الذي فرض على نفسه حجراً صحياً بعد أن ثبتت إصابته وإذا كان كورونا قد دخل الحكومة فقط في إيران فإنه في منغوليا وصل إلى الحكم بعد أن طال رئيس البلاد الذي وضع تحت الحجر السحي الاحترازي وذلك في عقاب زيارة قام بها إلى الصين أصيب على إثرها بالعدوى رفقة وفد يضم وزير الخارجية وانتشرت بعدها صور لرئيس الصيني وهو يخضع للفحوصات لتأكد من عدم إصابته بالفيروس بوصول كورونا إلى صراي الحكم عبر هذه الدول وأخرى قد يصلها قريباً بالنظر إلى سرعة انتشاره يكون هذا الفيروس قد فرض على البشرية حالة غير مسبوقة من التضامن والمساواة الإجبارية فهو لا يفرق بين غني وفقير ولا بين أبيض وأسود ولا بين رئيس ومرؤوس ولعله بذلك سيكون مستقبلاً شعار حمالات انتخابية أو ثورات شعبية تطالب بالعدالة الاجتماعية طبعاً إذا كان في عمر البشرية بقية